يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة أحلى حاجة في الرياضة المصرية بشكل عام منذ سنوات مش من النهاردة ولا من شهر فات ولا من سنة فاتت من سنوات طويلة أحلى حاجة في الرياضة المصرية تحديدا على مستوى الألعاب الجماعية هو منتخب مصر الكرت اليد منتخب مصر الكرت اليد وبس يعني إيه منتخب مصر كرت اليد وبس يعني منتخب ناشيين ماشي ياخد كاسعالم منتخب شباب ماشي ياخد برونزيت كاسعالم منتخب أول ماشي يبقى رائع في البطولات العالمية وبطل دائم في البطولات القرية ومبدع في الأولمبيات وكل شيء هاتلي لعبة جماعية وحدة في مصر تنافس على هذا المستوى العالمي دائما احنا منتخب مصر في كرة اليد زي كده بدون مبالغة يعني منتخب البرازيل في كرة القدم منتخب فرنسا في كرة القدم منتخب ألمانيا في كرة القدم انت الليبل ده انت كبير بتاع قرطك ثلاث أوقام متتالية يعني انت واحد من كبار كرة اليد العالمية فانت منتخب مصر لما بيخش بطولة عالمية بتقول هيروح لحد فين احنا عايزين روح الفاينال احنا عايزينه ياخد البطولة لما بيخش بطولة أفريقية زي اللي احنا كنا فيها دي اللي كسمنها النهاردة بتقول طبيعي ومنطقي ان منتخب مصر يكسب كاس أفريقيا الكورت اليد ده انت الكبير قوي في اللعبة دي مش كبير بس الكبير قوي في اللعبة دي في كرتك على الأهل نهاردة منتخبنا الوطني فاز على المنتخب الجزائري في النهائي 29-21 فرق 8 أهداف وانت متسايد من الثانية الأولى متسايد بالفرق ده من الثانية الأولى حاجة روعة حاجة مش طبيعية منتخب يفتح النفس منتخب كبير منظومة رائعة كورة اليد المصرية حاجة نفخر بيها ونتشرف بيها طول الوقت ألف مليون مبروك لمنتخبنا الوطني لكرة اليد كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي